اشتركوا في القناة ولما مات فبدأ يكتب له القصيدة دي مأساة بيكتبها بعبارات بقى حميمة ومؤثرة جدا وهو زعلان جدا على الولد فبتعبر دي شهادة مؤثرة على الكرب والحزن اللي كان بيعيشه جونسون في الوقت ده بعد ما ابنه مات وبيطرح بقى في القصيدة دي بعض الأسئلة على نفسه هل بقى يمكن أن يتعافى من الدربة القوية اللي جات له دي من ابنه مات هل حاجة هتعوضوا عن خسارته فبتبدأ بقى القصيدة نبدأ نشرح القصيدة بقى بتتكلم عن ايه بالزبط زي ما احنا هنا كده بتتكلم عن رثاء فطيب اللي كتبها هنا اسمه بن جونسون فهتقول لي كده بقى دي قصيدة رثاء بتاعها ماشي كله ازاي ماشي اي اي بي بي سي سي دي دي اي اي اف اف فتلاقي مسلا معاها كده جوي بوي يبقى دي زي دي فتسمها كده ايه يبقى احنا هديني رموز لها باي ها باي دي يبقى ده برضو بي يبقى ده بتاعها اي بي بعد كده واي خلاص كده بعد كده هنا ايه ان في طيب انت لو جيت مش هنا بقى في القصيدة واحنا بنتحرك في القصيدة هتلاقي اني واي والمفروض ان ان في دي معناها الحسد فهو في القولد انجش قالها ان في لما بلاقي ان الاخر متشابه تمام كده فدي اسمها سلانت رايم او نين رايم يعني هي مش 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 رايم كاملة هي بس ايه متشابهة فالرايم بتاعها هنا اسمه سلانت وريب يعني في اخر لكن في لأ فمسلا فاتقول مش واي مش بابول ان في فهو قلب الجملة هنا فده اسمها سلانت رايم المهم بيعاند كده نكمل يبقى برضو ده اه يبقى احنا زي ماشين اي اي بي بي سي سي دي دي اي 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 اف اف. نيجي برضو هنا لاي وبويتري هنا تشس ان هنا لاي لوحدها وي لوحدها فهنا تبقى حاجة اسمها اوف رايم. تمام كده? بعد كده سادش وماش زي بعض خالص فاا اه نقولها عادي اي اف اف. تمام ده بالنسبة طلعنا منها برضو طلعنا منها طيب دي كلها على بعد كده مرة واحدة كده كلها ماشية قبلت قلنا قبلت يعني ايه مع بعض كده طب الميتر بتاعها ماشي ازاي ماشي اتفقنا ان كلمة في الفيديو اللي فات قلنا ان اه يبقى ماشي تمام كده يبقى ماشي كده طب وبنتمتر يعني فيها يعني عشر مقاطع يعني خمس اه اقدام بمعنى كده ان الخمس اقدام فيهم عشر مقاطع تمام طيب معده بقى سطر التالت ده مش ماشي ايه اه ماشي يعني مش خمس مقاطع هتلاقيه ست مقاطع اه ست يعني اتناشر مقطع بصوا كده وماشي برضو معي يبقى كده دي مقطعين ما دي كده اه دي كده اربع خمسة ستة سبعة تمانية تسع عشر احداشر اتناشر ناشر مقطع يعني معنا كده اسمها ان هي هيكسامتر يبقى هي بس هو الا ايامبك هيكسامتر طيب طيب بتتكلم عن ايه بقى دي طب ليه اصلا الا ايامبك اللي هي بتكلم عن التون اللي مستخدم في القصيدة دي يعني هاي دي جدا ترشيد اللي هي اه يعني ايه عاطف تمام اه الثيم بتاعه هنا بيتكلم عن طبعا قلنا عن عن تعاني شوف بقى البوين بدأ ازاي اتفقنا ان دو يعني you child of my right hand يعني ابن الصغير كأنه بيشبه ابنه وماشي جنبه كده وايه شعرق في ايده كده and joy بيبدأ الارساء بقى بيعاية على ابنه بقى ابني وفرحتي في ايه زاي my sin was too much hope of thee you love boy يبقى هنا بيتكلم عن يبقى بتيجي تبدأ تشرح القصيدة تقول in the first couplet البويت هنا is expressing his feelings بيعبر عن شعوره خلاص for his son uh his grief حزنه for his for the sudden loss of his son للفقد المفاجئ لابنه انه هو كان he had a lot of hope for him وكان حطت امر كتير عليه فحتى بيقولك انا my sin يبقى هنا هو تحسنا ايه انه غلطيته انه حطت امر كتير عليه he said that this is a punishment انه ده عقاف for him because he put so much hope in his son حطت امر كبير على ايه على ابنه وده عن ابني العزيز وفرحتي واملي انا انا غلطة انه حطت امل عليه كبير ويبدأ بعلك 7 years of the word that you were lent to me يعني 7 سنين وانه مقتردك and the i the pay وانه دلوقتي جاي على ان انا اسدد الدين ده يعني انه هو هنا في الساكند قبلت هنا بيحاول انه يتحكم في نفسه بكين الله عشد شيء شوهي he said that we don't own our children إحنا لا نملك أطفالنا يعني هو بيهدي نفسه يعني ونحنا لا نملك أطفالنا they are given to us انه هما معطيين لنا تمام and they can be taken from us at any time وهما هيتغلب منها في أي وقت كمان إكس بريسين يعبر عن صدمة بتاعته وكمان لازم يبقى هو عادل بيحبه اللي هد نفسه بقى إن والله إبني دا مش ملكي أصلا أنا أخدته هدية أعطيته كهدية هو لديه القدر ولازم يواجهه أنت كنت مستقر ليا أنت كنت مقترض ليا أنا كنت قردك يعني لمدة سبع سنين وأنا مفروض أدفع دلوقتي أسدد القرد دا يعني بيهد نفسه برضو واستخدم هنا في كلمة وكلمة الحاجات دي كلها بيشبهها بابنه أنا كنت مقترضك وأنا أدفع لك فهنا بيعمل بيشبه أو بيقارن ببضائع كأنه بيشتريها وبيبيعها خلاص وينا فيه كمان أنت إن هما لدينا عكس بعض تمام بعد كده إحنا بيقولها هو برضو بيهدي نفسه طيب هذا الناس يقول إيه هو أنا ليه حزين لكن في الحقيقة أنا لازم أنه نحسده ليه بقى؟ لأنه هو قال لي هنا اللي بعد بقول لي أنه هو هرب بسرعة من متاعب الحياة وقرى في الحياة والدنيا كلها من المتاعب اللي هيشوفها في الحياة هو هرب منها بسرعة فإحنا مفروض نحسده على أنه هو ميش بسرعة برضو بيهدي نفسه بيصبر نفسه المتاعب اللي هي هيواجهها لو هو إيه استمر في الحياة فآخر الـ وبعد كده الـ فبقى الأخوار دول فبقولي هنا أول حاجة بقولي يعني ارتاح بيكلم ابنه بقى بيقوله بقى ارتاح في سلام my boy and if you were asked who you are سيد ولو حد طلب منك أو حد سألك هو انت مين خلاص سيد قول على طول that I'm Ben Johnson يبع على اسم ابو يعني قوله أنا اسمي Ben Johnson and I'm the best thing he did وانا أفضل حاجة هو عمل تمام then the boy سيد هو أربا هي فاوز ونو بيتعهد هو فور هو سيك and henceforth all his vows be such as what he loves may never like too much فهنا بيتعهد ان هو he never likes too much anything مش هيحب حاجة خلاص he loves أكتر منه فهنا ما بيحبش طب ايه الفرق ما بين كلمة love وما بين كلمة لو ما بيقولنا لما أنا أقول love معنا كده ده feeling given to us we can't control it يعني شعور جاهلنا احنا مش عارفين تحكم فيه لكن like there's something can control حاجة بنقدر نتحكم فيها وtoo much has a negative attitude toward the thing we are talking about ليه بقى لني too much دي when you say I like this too much أنا بحب ده جدا فدي حاجة أعني أوفر أوي معنا كده لنا I shouldn't like it أنا مش بحبها فده الفرق من like too much وloves وفي alteration هنا في كلمة been best peace poetry like love بكده يا شباب اللي بقى احنا حلمنا القصيدة بسرعة وطلعنا فيها figures of speech أتمنى تكونوا استفدتوا من شرح القصيدة دي أشوفكم مع أخيه إن شاء الله في شرح القصيدة أحنا حقا بخك أحنا حقا حسنا حقا السمطيدة لمجرس ترجمة نانسي قنقر